مشاهدين الكرام للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من إسطنبول سيد حسين السبعوي الكاتب والبحث السياسي أهلا بك أستاذ حسين بداية القياد في حزب الدعوة وليد الحلي تحدث عن ما أسمه الإنجازات التي حققها الحزب خلال الفترة الواقعة بين عامي 2005 و2018 بداية لنتحدث عن هذه الفترة ما الذي تحقق بها يعني تحية لكم ولمشاهديكم الكرام أنا أعتقد أنه على حزب الدعوة أن يقدم اعتداره للعراقيين لما عانوه من فترة حكمه البلغة ما يقارب 14 عام لكي نتكلم عن إنجازات حزب الدعوة الذي ذكرها ما هي إنجازات حزب الدعوة عشرات الآلاف من المعتقلين هل هذا يعتبر من الإنجاز؟ ملايين العراقيين مهجرين ونازحين عن إدارته للدولة على أسس طائفية يعتبر هذا من إنجازات حزب الدعوة إن كانت هذه هي الإنجازات لا يحق الحزب الدعوة أن يفتخر بها لأن هذه الإنجازات هي من دمرت العراق على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى حتى الاجتماعي اليوم المخدرات منتشرة بالعراق اليوم البلد ممزق على المستوى الاقتصادي العراق بلد نفطي بلد غني محمل بالمدينية للمؤسسات الدولية هل يؤقل هي هذه الإنجازات التي جاء بها حزب الدعوة عليها أن يعيد حساباته جيدا وأعتقد كما ذكر تقريركم أنه إما مستشاراً يعني انتهازياً قد أعطى له مثل هذا التقرير مثل هذه الإنجازات وإما هي حالة من يعني أسميها فقدار الذاكرة لدى الحزب عن أي إنجازات يتكلم عن إنجازاته الداخلية الحزب ما الذي يدفع حزب الدعوة للحديث بهذا الاتجاه وهو يعلم ما الذي قام به والعراقيون يعلمون ما هي حقيقة هذه الإنجازات ليس الحديث هنا عن انتقادات من معارضيه بل حقائق أكدتها تقارير دولية عن الفساد والعنف واستمرار التظاهرات التي قمعت أيضاً من هذه الحزب يعني هنا التي أريد أن أذكرها هي كثيرة جداً لا تعد ولا تحصى ما قام به الحزب ضد العراقين الحزب الدعوة الآن يمني نفسه بالعودة إلى رئاسة الوزراء وهذا هو أحد الأسباب التي يطرحها عن إنجازاته السابقة على الحزب أن يقدم احتداري الحزب لم يستطع الحفاظ على وحدة الحزب نفسه ألم يخرج أمين عامل الحزب رحمة جعفري من الحزب ويترك الحزب ألم تخرج قيادات من الحزب نفسه وتركت الحزب إذا حزب لم يستطع الحفاظ على نفسه وعلى هيكله التنظيمي من الذي سيقدمه للعراقين واليوم العراقين تلاقى ملايين العراقين مهجرين ونازحين وعشرات الآلاف من المعتقلين العراق عيش تحت خط الفقر والمخدرات منتشرة فيه عن هذه الإنجازات هذه ليست بإنجازات يا سيدي على قيادات الحزب التي حكمت لو كانت هناك حكومة تحت مؤسساتية لكان آتت بجميع هؤلاء وعرضتهم إلى المحكمة والمحاسبة بدل أن يتكلموا عن إنجازاته حضرتك ذكرت نقطة تفكك الحزب لكن هل تعتقد أن من خرج من حزب الدعوة خرج أيضاً عن هذا النهج وهذه السياسة؟ وإن كان مهما يكون لو كان هذا الحزب متماسكاً ومقتنعاً بإدارته للدولة وعمله السياسي ما كان خرج هؤلاء من الحزب لكن يدركون نعم هناك من خرج انتهازي وهناك من خرج مصلحة وهناك من خرج عدم قناعة بإدارة الحزب ولكن بالمجمل مهما يكون يثبت فشل الحزب في الحفاظ على هيكله التنظيمي وعلى إدارته للدولة لأنه هو أول من رسخ الطائفية في العراق وفتت اللحمة الوطنية لدى العراقين ومعلوم تاريخ الحزب أنه قد يجد لا يسعى الوقت لشرحها في 2006 ماذا فعلت فرق الموت في بغداد بعد تفجير المرقدين للإمامين في سامراء ثم أسس للطائفية ثم الميليشيات ثم فتت مؤسسة الأمنية والعسكرية وإلى آخره كل هذه الذي قام به الحزب ويعدهم من الإنجازات هذا حقيقة هذا ضحك على عقول الناس هذا لا يصلح حتى للاستلاك المحلي والداخل والله هذا الكلام لا يصلح للاستلاك داخل الحزب حتى داخل الحزب من ينقد هذه الأحزاب التي يصنفها البعض إسلاميا إلى أي مدى ترى أنها ساهمت بإنهاء الحياة السياسية في البلاد وعزل الآخر يعني معلوم أنه بعد 2003 الذي استولى على الحكم الأحزاب الدينية وتحديدا وخصوصا الأحزاب الشيائية وعلى رأس حزب الدعوة هو المسؤول على ما جرى في العراق وهي فشلت فشلا ذريعا في إدارة الدولة وفي ممارسة العمل السياسي اليوم ولكن علينا أن ننبه أن ننتمه إلى شيء واحد الإسلام لا يتحمل مسؤولية تصرفات هؤلاء الشواب وإنما سلوكياتهم وتحملهم مسؤولية تصرفاتهم هذه لهذا السبب نقول أنه هذه الأحزاب التي ارتدأت عباءة الدين ما هي إلا مجموعة من اللصوص والفاسدين وصلوا إلى ما يريدون من الفساد وشوهوا صورة الإسلام والمسلمين بهذه الإدارة البائسة لإدارتهم للدولة العراقية طيب تقارير تحدثت عن خروج ميليشيات من تحت عباءة حزب الدعوة إلى تصدر المشهد السياسي في العراق إلى أي مدى ترى أن الحزب رعى هذه الميليشيات وغذى نفسها الطائفي؟ بدليل رأسته للدولة العراقية للحكومة العراقية منذ وصول حزب الدعوة إلى العراق تأسست عشرات الميليشيات ومن ثم قننها ونظمها وأضافها إلى مؤسسات الدولة العسكرية وفتت المؤسسة العسكرية نفسها كيف هذه الميليشيات تأسست؟ ومن أعطاها الشرعية؟ ومن كان يمولها؟ ومن أين تستلم على الرواتف؟ ومن كان يغطي على جرائم اتجاه المواطنين العراقين الذين كانوا يقتلون وفي معلوم في بغداد في منطقة السدة وفي المناطق الأخرى؟ من كان يغطي على هؤلاء المجرمين؟ حزب الدعوة هو المسؤول وحزب الدعوة ليس كانت مسؤولة فقط لأسهل وزراء بل أغلى مفاصل الدولة استولى عليها وخصوص المفاصل الأمنية وجاء بهؤلاء لقتل العراقيين بانتمائهم للمحافظات الجنوبية وأنهم يمثلون أهل الجنوب يعني دعنا نبتعد عن الطائفية بهذه النقطة لكن هي كانت لسان حالهم عندما كانوا يتحدثون ما الذي جرى ليفقدوا هذه الحاضنة الشعبية التي كانوا يتحدثون عنها ويصبح أهل الجنوب الآن من أشد الأعداء لحزب الدعوة ومن ينضوي معها؟ يعني أولا المنطقة الجنوبية هي العقوة استراتيجية لحزب الدعوة عندما فقدها لماذا فقدها؟ فقدها بسبب الفساد وسبب سوء إدارته للدولة والمظاهرات اليوم في البصرة وفي بقية محافظات الجنوب هي أكبر شاهد على رفض هذا الشعب في جنوب العراق لهذا الحزب والإدارته للدولة فلهذا على الحزب علي أن يعيد أن يراجع نفسه وأن يدرك أنه دمر العراق ويتحمل مسؤوليته ولو كان هناك مؤسسات في الدولة العراقية وحتى مؤسسات دولية سيحاسب قادة الحزب على ما اقترفوه تجاه العراقيين طيب ما البدائل الآن يعني هناك الحديث بين حزب الدعوة شبه انتهى احترق ورقة احترقت بالنسبة للشارع العراقي للمجتمع العراقي لكن انتحدثنا عن هذه التقسيمة والتجزئة للمناصب الموجودة في العراق رئاسة الوزراء إن استمر الوضع على ما هو عليه هل تعتقد أن هناك أطراف أخرى من الشيعة دعنا نسميها بهذه الطريقة قد تكون أفضل من حزب الدعوة في إدارة الدولة؟ يعني شوف من يعتمد المواطنة في إدارة الدولة مبدأ المواطنة في إدارة الدولة أيًا كان سواء كان الشيعياً أم سنياً أم كردياً أم مسيحياً مهما يكون من يعتمد المواطنة في إدارة الدولة هذا الذي سيلتف حوله العراقين وغيره مهما تسمى ومهما سمى نفسه فسينفض عنه العراقين ويلعنونه إلى يوم الدين هذا مبدأ نحن نتكلم عن مبادئ الدولة العراقية متعددة المذاهب والمكونات والشرائع على الذي يدير الدولة عليها أن يعتمد مبدأ المواطنة في إدارة الدولة هذا المبدأ غابا بعد 2003 وإلى أحد هذه اللحظة من يكون أي كان من أي الطوائف ومن أي المذهب يأتي ويدير الدولة على أسس المواطنة فالعراقين سيلتفون حوله الأستاذ حسين السبعوي الكاتب والباحث السياسي كنتم عن عبر الأقمر الاصطناعي من إسطنبول شكرا لك